بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيدي الوصيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره هو الوتر الموت السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلايات وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتان أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلمون لمن سالمكم وحربهم لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زيادين وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبها ولعن الله بن مرجان ولعن الله عمر بن سعدين ولعن الله شمرا ولعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثالك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم جعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك هو بالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحار هو بالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرغوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى إشياعكم برئت برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم وأتباعهم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب وحرب لمن حربكم وولي لمن هو علىكم وعد لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله هو هو أن يرزقني طلب أثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبتا ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآر اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أميه وابن آكلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطنين وموقفين وقفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يومون فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالات لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم اللهم لعن أول ظالمين ظلما حق محمدين وآل محمد هو آخر تابع له على ذلك اللهم اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين